بدأت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للأجر الاشتراك الخاص بالتامين ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التاميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه قالت هيئة التامينات الاجتماعية إن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التاميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التامينات والمعاشات الجديد الصدر سنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين الذي يهدف إلى تنفيذ محاور إصلاح نظام التامينات الاجتماعية لتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش ترجمة نانسي قنقر